النوع الثاني من الشركات هو شركات الأموال بعد ما شفنا شركات الأشخاص اللي تقوم على الاعتبار الشخصي نجد هنا أن شركات الأموال لا تقوم على الاعتبار الشخصي وإنما تقوم على الاعتبار المالي اللي نعفلوس من أصحاب رأس المال في هذه الشركة فلا عبرة بشخص الشريك وإنما العبرة بما يقدمه هذا الشريك للشركة من مساهمة في رأس المال هذه الشركات التي هي شركات الأموال مثلها في المملكة العربية السعودية الشركة المساهمة وكذلك شركة ذات المسؤولية المحدودة هذه الشركة تكون الهدف منها في الغالب إقامة المشروعات الضخمة لشركة المساهمة على سبيل المثال المشروعات الضخمة المحتاجة رسمها الكبير جدا جدا ولذلك يسمح للشركاء في شركة المساهمة بالتصرف في حصصهم دون الحاجة إلى موافقة باقي الشركاء كما أن إفلاس الشركاء أو إعسارهم أو وفاتهم لا يؤدي إلى إنقضاء هذه الشركة المساهمون في شركات الأموال لا يكتسبون صفة التالية أول نوع من أنواع شركات الأموال هي شركة المساهمة حددت أحكامها المادة 52 من نظام الشركات الصادر في المملكة سنة 37 ارجعوا لهذا النظام لمن يريد أن يقرأ النصوص النظامية التي تحكم هذه الشركة تعريف الشركة دي شركة المساهمة هي شركة رأس مالها مقسم إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة على مباشرة أو ممارسة نشاطها ويكون لها إسما يحدد غرضها أو يشير إلى غرضها كذلك من الأمور المهمة أو من الاشتراطات المهمة التي تخلي بالك منها يا رائد الأعمال اللي عايز تعمل شركة مساهمة لا يجوز أن يقل رأس مال شركة المساهمة عن 500 ألف ريال يعني نصف مليون ريال كحد أدنى من الشركات أو حد أدنى من رأس المال الذي تقوم به أو تمارس به هذا النشاط من الشركات الأخرى في ذات المجال هي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعض الناس بتقول على الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة أموال وبعض الناس بتقول شركة ذات طبيعة مختلطة يعني ذات طبيعة مختلطة برضو مش هندخل في خلافات كبير يعني فيها جانب شخصي وفيها جانب من الجوانب من جوانب الأموال يعني فيها شركاء مهم أشخاصهم وشركاء مهم أموالهم حدد النظام تعريف شركة ذات المسؤولية المحدودة في المادة 51 أو المادة 151 حيث تذكر أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على 50 شريك يبقى معنى كده أنك ما ينفعش تزود على 50 شريك في هذه الشركة ده أول قيد عليها كذلك تكون الشركة وحدها هي المسؤولة عن الديون والالتزامات ولا يكون المالك أو الشريك فيها مسؤولا في أمواله الخاصة عن الديون والالتزامات التي تترتب على الشركة في حالة إفلسها أو إعصار طيب إحنا قلنا 50 شريك لو زادت الشركة عن 50 شريك أعمل إيه هنا لابد أن نغير اسم الشركة ونشاطها ونغير اسم الشركة ووصفها النظامي ونحولها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة في هذه الحالة أو تكون الشركة منخضية بقوة النظام يبقى عرفنا النهاردة أنواع الشركات في نظام السعودي الخمسة شركات الأشخاص وهي التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة الشركات الأموال وهي شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة مع اعتبار أن بعض الناس بترى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة مختلط من هذه الشركات الخمسة إلا حضرتك هتختار النوع المناسب ليك كأول من الإجراءات التي تتخذه في بداية طريقك في رياضة الأعمى هذه كانت المحاضرة الأولى لنا أتمنى أن نيادكم واضحة شكرا جزيلا لحضرتكم وأراكم في محاضرة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته